اتفقت الرئاسات الأربع بعد اجتماعي لهم على وجوب التحقيق الدقيق والعاجل بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية وتأكيد أن يكون عمل لجنة التحقيق مهنيا ومستقلا ومنع أي محاولة للتأثير في سير التحقيقات أو حجب المعلومات التي تحتاج إليها اللجنة وإطلاق صراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فورا ودعوة جميع إلى احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين فيه وأقرى الاجتماع تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة لوضع برنامج وطني استراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة واقتراح الحلول الممكنة كما وجهت الدعوة للكتل والقوى السياسية في مجلس النواب لإنجاز التشريعات والتعديلات القانونية اللازمة لتسهيل عمل الإصلاح وامكافحة الفسادة وأكد البيان إحالة جميع ملفات قضايا الفساد على المحكمة ذات الاختصاص وإنجازها بسقف زمني محدد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر